قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة مساء اليوم على أن تستمر المناقشة بعد ذلك كما هو مقرر بعد التصويت وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لبيانات الدول ولكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردنية يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا فيما لن يتم احتساب المعادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة